أنا يا أولاد من الجيزة زي ما أنتم عارفين المواقع الطبعية اللي في الجيزة نهر النيل والمواقع اللي صنعها الإنسان زي أهرامات الجيزة سقارة ومدينة منفيس اللي جنب سقارة وطبعاً الأماكن دي كلها الناس بتحب الظرها وبتعمل لها إعلانات عشان تجذب السياح وأنا في وجهة نظري الحكومة المصرية مهتمة بمطقة الأهرامات ونهر النيل وبيتم الحفاظ عليهم وبتعمل لهم صيانة بس يا ريت الناس تبطل ترميز بالا فيها ودلوقتي تعالوا نقرأ سواء في نفس الصفحة الترويج للسياحة المستدامة تمتلك مدينة دهب العديد من الأماكن الجاذبة للسياحة فهي أحد أماكن الغوص المشهورة عالمياً وعلى الرغم من شهرتها فلا يزال الإعلان عنها أمراً مهماً وتحت شعار حضارة من إلهام الطبيعة أطلقت وزارة السياحة والأثار حملة دولية تروجية عام 2022 للترويج للسياحة المستدامة في مصر تضمنت هذه الحملة مقاطع فيديو تروجية قصيرة عن مختلف المقاصد السياحية المصرية وعن تاريخ مصر في احترام البيئة ومواردها يعني يا أولاد أكيد أنتم عارفين أن مدينة دهب في جنوب سينة من الأماكن الكتيرة في مصر اللي بتجذب السياح خصوصاً أنها فيها حاجات كتيرة السايح ممكن يعملها مشهورة عالمياً بأنها أحد أماكن الغوص الممتعة ولكن بالرغم من شهرتها لازم نفضل نعلن عنها وزارة السياحة والأثار عملت حملة دولية بترويج للسياحة المستدامة في مصر في سنة 2022 وشعرها كان حضارة من إلهام الطبيعة الحملة دي يا أولاد فيها فيديوهات تروجية قصيرة عن الأماكن المختلفة السياحية في مصر وعن تاريخ مصر في احترام البيئة ومواردها تعالوا نقرأ سوا في صفحة 65 يعد جذب السياح أمراً أساسياً للإقصاد ولكن غالباً ما يكون هذا مصحوباً بتحديات بيئية حيث ينتج عن وجود المزيد من السياح استخدام المزيد من الموارد وإنتاج المزيد من المخلفات كما يزداد الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمواقع الطبيعية مثل الشعاب المرجانية الهشة في دهب تعمل عديد من المشاريع التجارية ومنتجعات مدينة الدهب على تحقيق الاستدامة فقد قاموا بتركيب وحدات طاقة شمسية لإنتاج طاقة متجددة ونظيفة وبإعادة تدوير القمامة إلى سماد لإدارة المخلفات كما أنهم يحددون أياماً لتنظيف الشواطئ المحلية والشعاب المرجانية بشكل منتظم كما يتم اختيار المزيد من المواد والمنتجات العضوية ولا تقدم بعض أماكن الإقامة والمحلات التجارية سوى الأطعمة المحلية والموسمية ويحظر استخدام المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة مثل السجاجات البلاستيكية والأكياس كما تتوفر محطات لإعادة تعبئة المياه تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر